هذا الصباح موسيقى ساتباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجنا فلسطين هذا الصباح لليوم العاشر من شهر شباط صباح الخير وأمطار الخير على الجميع في كل أرجاء هذا الوطن وأكيد تحية خاصة لكل متابعينا في كل مكان دائما عبر شاشة تلفزيون فلسطين صباح الخير لك فرح صباح الفرح يزد صباحك ألاء أحنا صباح لكل من رح يرافقنا في هالجولة الصباحية كالمعتاد اللي بتستمر معكم حتى العاشرة بفقراتنا المنوعة زوائينا الثابتة أيضا حاضرة ولدينا العديد في هذا اليوم أكيد بلا شك نتابع معكم أبرز العنوين أولى فقراتنا نتحدث عن دليل شكاوي الأطفال من نيابة حماية الأحداث ومن غزة الطفل يوسف يحقق رقما قياسيا في موسوعة جنس بليونته وقف خاصة نتحدث فيها عن اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل وأيضا نتحدث عن اتفاقية صندوق الطالب بين جامعة بيرزيت وجامعية الموظفين الحكوميين التعاونية للتوفير والتسليم وإلى محطة أخرى نتحدث فيها عن حقوق الزوجة في الملكية المشتركة بعد الزواج في مجتمعنا الفلسطينيين وحملة تضامن مع الأسير المقدسي وليد خالد شرف من أجل إنقاذ حياتنا إذن هذا بالإضافة لإطلالة مراسلين وزملائنا من مختلف محافظات الوطن كما ذكرنا زميلة سلام مشرقي ووقفة خاصة الحديث عن اليوم العالمي للتضامن مع فلسطيني داخل أيضا رح يكون لنا وقفة خاصة من قلقيلية للتحدث عن زراعة الفراولة وموسمها بلا شك يعني كمان منظر الفراولة الآن بيفتح نفس في هذه الأجواء وشهر شباط أكيد مشاهدين مكملين معاكم بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أيضا من على الصفحة الأولى لصحيفة الحياء الجديدة الاحتلال يجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله وتشفيع جثماني الشهدين نشتوي وشلبي في قطاع غزة ومن الحياء الجديدة ننتقل وإياكم إلى صحيفة الأيام ونقرأ من على الصفحة الأولى وتحت عنوان آخر ساعة من رفح اطلاق نار باتجاه ثلاثة شبان اقتربوا من خط التحديد وأعمال بحث تجري عنهم منذ ساعات الفجر المبكرة أيضا من صحيفة الأيام ونقلا عن القنال الإسرائيلية العاشرة حيث كشفت وثيقة سرية مسربة من الخارجية الإسرائيلية والتي تقول أن عاهل السعودية يرفض صفقة القن وتطبيع العلاقات مع إسرائيل أيضا نتابع وإياكم في هذه الجولة ونقرأ من صحيفة الأيام إعلان النائبتين المسلمتين في الحزب الديمقراطي الأمريكي دعمهما لحملة مقاطعة إسرائيل أدى إلى تصاعد الحملة ضدهما في الولايات المتحدة ودعوات لمحاربتهم نتابع وإياكم في اقتحان قوات الاحتلال الأمس الأول لمدينة رامالة الاحتلال يزغم أنه اعتقل شاب من سكان الخليل بتهمة قتل مجندة وهو الشاب عرفات الفعالية ويبلغ من العمر التسعة وعشرين عاما وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته من مديرة البيرة وتحديدا من أمام مسجد جمال عبد الناصر نتابع وإياكم في هذه الجولة ومن صحيفة الأيام إلى صحيفة القدس وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله أننا سنواصل الحجد والدعم الدولي لحل قضية اللاجئين وإنهاء معاناتهم جاء هذا خلال وضعه حجر الأساس لمدرسة في مخيم نور الشمس أيضا على صعيد الحكومة نبقى حيث حذر المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال يوسف المحمود من أن أي خطوة لا تقرها منظمة التحرير لا يعول عليها ولا قيمة لها مضيفا أن أمرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل اليوم في ألعاب تمرير صفقة القرن وفي الخبر الأخير من صحيفة القدس إقامة مجمع يضم كنيسا ضخما في ساحة البراق وفي تصريح للدكتور عمر قال أننا سنساهم في تغيير النمط المعماري وسيكون قاعدة للاقتحامات أما الدكتور رفيق ناتشا قال أن إسرائيل تعيد صياغة القدس لتمصي التراث وبهذا الخبر نهي وإياكم جولتنا في الصحافة المحلية وعودة للا لحتى نكمل مشوارنا الصباحي شكرا فرح وأكيد مكملين معكم مشوارنا ومشاهديننا بمجموعة من المحطات حتى الساعة العاشرة كونوا معنا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر منها النياب العامي وشرطة الأحداث ومرشدي حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية وأيضا العاملين في المحاكم فإذا وقع أي اعتداء من الموظفين العاملين بما ذكرته سيتم ملاحقته ومتابعته وتوثيق ورصد هذا الانتهاك حتى يكون الطفل موجود في مؤسساتنا مرتاح مطمئن ولا يكون هناك أي مؤثرات عليه ولا يقع هناك انتهاك قد يسبب إلى آثار جسيمي خطيرة في المستقبل صحيح أستاذ ثائر يعني عندما نتحدث عن الأطفال في الإعلام تحديدا أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الناس في مجتمعنا بتعتقد أنه ما في خصوصية للطفل بمعنى إذا بدأت حدصور الطفل والحقيقة صار يعني هذا الشيء يعني في نقل فيديوهات أحيانا بنية حسنة أنه من نتحدث عن معاناة هذا الطفل أو شكوته لكن ما منعتقد أنه هذا الطفل من حقه أنه يحافظ على خصوصيته وأنه ما يظهر وجهه على سبيل المثال كيف تم تغطية هذا الجانب تحديدا خاصة أنه هذا كمان متعلق بالوعي يعني إلى جانب يمكن القوانين أو انتهاك يعني خصوصية دليل الشكاوى غطى جانبين الجانب الأول أنه نرصد كافة الانتهاكات اللي برتكبوها سواء العاملين أو من المجتمع أو من المؤسسات الإعلامية الرسمية أو المجتمع المدني كافة يعني دون استثناء الرصد وأي انتهاكات تسجل ويتم متابعتها وسأحكي عن هذا الموضوع الجانب الآخر إحنا برضو معنيين أنه نصل لكافة الانتهاكات يعني أنا جوز عندي في مكتب حد من الموظفين ينتهك طفلا أنا مدريش يمكن أنه أوصلوا من خلال الإعلام هاي الجانبين اللي إحنا ما نركز عليه وموجودات في الدليل في الجانب الأول الحال الإعلامية حقيقة سببت في العديد من الانتهاكات للأطفال صحيح ومشاكل نفسية يعني أكيد وما حدث في يعبد كان أمرا خطيرا ونشروا صور طفل يعني ثلاث سنوات ما مصيره كيف بدو يتذكر هذه اللحظة هاي إلها عوامل نفسية ولها جوانب خطيرة من قام بهذا العمل هل هو إنسان هل أريد أن أكون بنشر عن الأطفال من أجل خبر وذيعه للجمهور فأنا ارتكبت جريمة بحق طفل سيصبح إنسان فاعل في هذا المجتمع عشان هيك إحنا عملنا منشطل بالإضافة لهذا الدليل على إقرار الشرف وميثاق الشرف الإعلامي وعلى رأسها نقابة الصحافين وتلفزيون فلسطين كونها يعني تلفزيون فلسطين يعني الرائع الرسمي لكافة هاي الأمور ووصولا لمنع وملاحقة كل من يتسبب بانتهاكات للأطفال هناك تصوير لو سمحتوا لي خطير جدا هناك جرائم فيها موجود في مصرح الجريمة يعني في المكان اللي ارتكبت فيه الجريمة أطفال ما ذنبهم بالتصوير لماذا الصحفي أو لماذا المصور أو لماذا الفرد أو لماذا المجتمع يقوم بتصويرهم ما هي الفائدة من ذلك هو انتهاك فعليا الحقوق الإنسان حتى وحقوق الطفل في المواطق الدولية سهيا بدي أحكي كمان أنه هاي مسؤولية على الإعلام والصحفي إلى جانب أنه مسؤولية فردية كمان على المواطنين بأنهم يراعوا يعني ويفكروا بالطفل تحديدا من هاي النقطة ألا أستنادا لما ذكرته بموضوع الوعي الثقافة في المجتمع يعني وهي الأهم بتأكيد سنتابع كل تفاصيل هذا الميثاق الإعلامي اللي بتتحدث عنه حضرتك ولكن أيضا خلق ثقافة في المجتمع تحمي الطفل تحمي جميع أركان ومكونات المجتمع وهنا كمان أيضا نتحدث عن ثقافة لدى الأهل بأنه في حال تعرض أبنائهم لهذا الانتهاك يكون لديهم الوعي الكافي بكيفية تقدم بالشكوى بكيفية معالجة الأمر فبالتالي هون احنا نتحدث نوعا ما عن بناء ثقافة جديدة في المجتمع هذا الجانب كيف رح تعملوا عليه احنا حقيقة قبل عمل هذا الدليل تواصلنا مع الطلاب في المدارس وجلسنا جلسات مع الأهالي وبعض المناطق يعني سواء في رامالله في أريحة في طوباص في كافة المناطق واخذنا الجوانب المجتمعية والبيئة برضو لأنه بتهمنا احنا في النيابة لأنه عنشان ننطلق بمصار صحيح بالتوعية لنا مشاركات كثيرة مع الصحفيين ومع المؤسسات الفاعلة في هذا الجوانب نحن مستمرين في التوعية أنا لا أريد أن أحاسب من قام بانتهاك أنا أريد أن أوعي هذا الشخص أو هذا المسؤول أو هذا الموظف أو هذا الرجل القانون هناك انتهاكات ارتكبها من يحملون شهادة الحقوق من يعملون في المؤسسات المجتمع المدني لا أستثني أحد هناك انتهاكات ارتكبت من كافة الجهات نحن مستمرين في هذا قبل العقاب نريد أن نوعي هذا المجتمع نحو رسالة هادفة اللي هي حماية الأطفال لأنهم هم جيل المستقبل وهم نصف المجتمع وحسب الإحصائيات يعني قاربوا على 50% من عدد السكاء صحيح هم يعني هم كمان نواة هذا المجتمع وشباب المستقبل أستاذ يعني في هذا الموضوع أيضا نتحدث عن السرية والخصوصية يعني عند تقديم الشكاوى فينا كثير من بترددوا بالحديث عن مشاكل انتهاكات يمكن ممكن تكون جسدية أو غير ذلك كيف كمان بتم الحفاظ على هذه السرية والخصوصية فيما تعلق بهذه الشكاوى حتى نطمن كمان الأهل أو حتى الأطفال مثلا لأنهم نحكي عن عمار 17-16 سنة ممكن هم يتقدموا بالشكاوى نعم صحيح السرية السرية أكد عليها قانون حماية الأحداث بشكل صارم ولا يجوز اختراقها يعني أنا كرئيس نيابي حاليا إن حكيت بزلة لسان أمام الإعلام عن شيء يتعلق بطفل أو اسمه أو معلومات عنه أنا ارتكبت انتهاكا حتى لو بعفوية معناته السرية في كافة الإجراءات اللي بتكون مع الطفل يجب أن تكون سرية ونقوم بالمحافظة على الخصوصية بالدليل أيضا عززنا ذلك بحيث لا نريد أنه أي حد يعرف مين المبلغ ممنوع حد يعرف مين اللي قدم الشكوى ممنوع إعطاء أي تفاصيل لأي جهات أخرى وهي محصورة فقط في رئيس نيابة الأحداث وبعض الموظفين عددهم ليس بالكبير اللي بتابعوا معنا وعطفة النائب العام أي جهة تطلب أي معلومات سيتم رفض ذلك معناته المعلومات سرية ومتحفظ عليها لدينا لأنه غايتنا فقط الوصول للطفل وحمايته وتقديم المساعدة له بدون أنه نخرج على الإعلام ونقول إحنا كمنا بحماية عشر أطفال وهم موجودين في منطقة رمالة في رمالة التحتة معناته أنا عمالي بكشف عن بعض الأمور المتعلقة بالطفل لأنه أي شخص في رمالة التحتة إذا وصلوا بعض المعلومات سيصل إلى اسم الطفل وهنا الخطورة معناته أنا بطمن المواطنين لا يمكن لأي شخص في هذا الوطن سوى الجهات المختصة اللي هي النيابة العامة أن تصل إلى أي معلومة تتعلق بشكواك بدي أنوه لأمر خطير بعض المواطنين يتقدم بشكاوى وحدثت وقدموها لنيابة الأحداث ولكن بعد ربع ساعة أو نصف ساعة نزلوا منشور على الفيس بوك والتواصل الاجتماعي وحطوا صورة الطفل وحطوا معلومات عنه وبيكتبوا اسمه فلان لفلان لفلاني وعمره ثماني سنين ماذا بقيا؟ شو أنت بدك تحمى طفل؟ أنت عرضت الطفل أخطر من الانتهاك اللي أنت جاي تحمى طفل منه بالتالي هي دعوة لكافة من يشاهدنا أن هناك علينا مسؤولية أيضا لحماية أطفالنا بنشكرك جزيلا شكرا على تواجدك معنا جهودكم مباركة في إطلاق هذا الدليل رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ بائر خليلي شكرا شكرا صباحكم والآن مشاهديا ننتقل إلى استوديوهاتنا في غزة والزميلة خولة والحديث عن طفل متميز يحقق رقم قياسي في موسوعة جنس بليونته خلينا نتعرف علي أكتر مع خولة صباح الخير خولة سعيد صباحك خولة وصباح الخير للإجازات صباح الخير فرح وصباح الخير ألاء وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح اليوم موهبة فريدة من نوعها موهبة تتعلق بليونة الجسم وحقق رقم قياسي في موسوعة جنس للأرقام القياسية خلينا نتعرف على الطفل الذي يبلغ من العمر 13 سنة يوسف قلب اهتيني يوسف صباح الخير صباح الورد في البداية خلينا نحكي عن موهبتك وشو بتختلف عن غيرها من الرياضات اللي إلها علاقة بالقوة بالأداء هاي الأمور اللي إلها علاقة بالجسد هاي الموهبة عندي من أربع سنين اللي اكتشف لها الموهبة أخويا البوب وطور هلي اكتشفت هاي الموهبة بعد حرب 2014 كان أخويا وهو صغير يعني قدي كان يلعب فيه نادي ويتضرب جنباز وحركات هيك صار يفتحلي على التيوب اللي إلهاها عندي يعني كنت لما أروح معه على النادي ألعب سلطعون هيك إشي يعني حركات خفيفة لما كان يروح على البيت كان يفتحلي على التيوب تمرينات وهيك إنه ينم من موهبته ويطورها يعني أنت كنت تروح مع أخوك على النادي تعمل بعض الحركات الخفيفة فحس أنه أنت بتحب الرياضة صار يفتح لك يوتيوب على الأشخاص اللي بعملوا ليوني وهيك حركات فأنت صرت تعمل مثل هم؟ أه وصرت تفتح لحالي إنه أتضرب وزي هيك وهو يعني نمالي إياه وطورها ووصلني لليش هذا يعني وسجلني في موسوعة جينيس تمام طيب قبل ما نوصل لموسوعة جينيس خلينا نحكي عن كيف بديت أول الحركات اللي صرت تعمله وكيف صرت تطورها شوي شوي؟ أول ما بديت كانت يعني مثلاً ألعب بهيك حركة يعني يكون مثلاً ظهر إيجعني مثل هياً كنت تحس بألم بالأعظام بالأول؟ هلأ يعني أي حركة بعد ما طور للموهبة ونماها وكل إشي هاي أي حركة بعملها بدك إياها بعملها مثلاً هلأ إلك أربع سنين شو تغير بالأربع سنين هدول عن اللي قبلهم؟ شو تغير شو بتقدر تعمل حركات مختلفة مثلاً عن غيرك؟ وهل كل الأشخاص اللي عندهم هاي الليوني بقدروا يعملوا نفس الحركات؟ في عندهم موهبة وهي هاي الموهبة مش تدريب يعني هاده موهبة من من الله يعني في ناس فيش أي حد بتدربش فيش بقدرش أي حد يتدرب فيها إنه قد ما يتدرب ما بقدر يعمل نفس الحركات؟ آآ تمام طب وإنت شو بتتدرب عشان تقدر تعمل حركات أكتر؟ شو طبيعة التمرينات اللي انت بتاخدها إذا فيه غذاء خاص مثلاً؟ لازم تتدرب كل يوم مثلاً على تمرين معينة أو عدد ساعات معينة؟ آآ بتدرب كل يوم ثلاث ساعات عادي يعني باكل البيض قبل التمرين أو بشرب حليب زي هيك أو لما أصحى الصبح يعني عشان يضل اللياقة عندي ولما أكبر طيب إحنا بنشوف فيديو لتمريناتك الصبح خلينا نتابع سواه طيب هلأ هلأ إنت شو بتعمل بالزبط؟ بتروح على أماكن خاصة مثلاً للتدريب؟ لا في البيت، لأنه فيش إمكانيات انت عارفة الحصارة على غزة وهيك فيش نوادي خاصة بهاي الرياضة؟ آآ صحيح طيب نحكي عن الأهل قداش كان فيه تشجيع قداش فيه كان مراعا له هاي الموهب وحب وشغف إنهم يشوفوا حركات جديدة؟ في البداية يعني أهلي كان يحكوا لأخويا هالبوب اللي نومان الموهبة وطورها كان يقولوا لا أحصيق على هيك إشي يعني كان يخافوا علي لما شفونا زي هيك سلوا يشجعوني إن أطلع برامج وأشارك وكل إشي يعني حبوني حب الموهبة هاي حلو طيب نحكي عن أول مشاركاتك أنت هلأ بدأت بالمشاركة وين؟ بالمدارس ولا بالنادي ولا وين بالزبط؟ في المسارح مع أخويا في المسارح؟ آآ يعني كنت أطلع عروض وليتام وهي عروض محلية آآ بعد ذلك شو صار عندك؟ شو كنت حابب تقدم أكتر؟ صرت يعني تعودت على المسارح وأخويا سجلي في برنامج ليت الويكي ستارز هو نجوم صغارة مع أحمد حلم آآ الآن إحنا شوفنا مقاطع من البرنامج وأنت قررت في نفس البرنامج أنه أنت تحطم الرقم القياسي آآ صح كنت واثقة أنه أنت راح تحققه؟ أنا هي البنت الصينية كانت تحطمته بخمستاشر ثانية أنا كنت رايحة حسبت أنه حطمه بكام بـ 14 ولما يعني مع تشجيع الجمهور وهيك يعني حطمته بـ 13 ثانية ما شو طبيعة الحركات اللي أنت دائماً بتحب تقديها؟ هي اسم الحركة اللي حطمتها اسمها رول في الأجنب بحكور اسمها رول اللي هي بتضلك تلفك وربعة؟ دورال الأمام على شكل كرة مسافة 20 مدر يعني حطمتها أنا بـ 13 ثانية ما شو في أسماء حركات تانية أنت بتعملها؟ يعني كل حركة لها اسم معين؟ لا في حركات مثلاً سلطعون كروس داي هيك إحنا مسميهم عشان لما يحكي لأخوي مثلاً نعمل هاي الحركة بعملها لما حد يصورنا تصوير مثلاً نطلع جلسات تصويري يقول لي أعمل هاي حركة بعملها وهيك شو أكتر الحركات اللي الجمهور بالعادة بحب يشوفها؟ أو بحس أنه هي صعبة كتير مش ممكن أي حد يعملها؟ في حركات كتير يعني حلوة كتيرة انت بتكون مستمتعة وانت بتعمل هاي الرياضة؟ آه طبعاً جميل نحكي عن أصحابك عن المدرسة قدش دايماً بشجعوك وبطلبوا منك أنه أنت تعملهم حركة غريبة آه في أصحابي في المدرسة هما بحبونا كتير يعني عشان يعني شاركت في برامج هون من زمان بحبوني يعني هيك يعني دخل معهم إنه عادة كانوا يلعب معايا زمان لما كنا نلعب كرة منك بنروح نلعب في الملعب وهيك يعني وبحبوني وبالعب في المدرسة اللي هو اللي يلعب لما يكون علينا حس تعملهم عروض يومية بالمدرسة؟ لا مش يومية لما يكون فيش علينا حس بيحكوا للأستاذ الأستاذ بطلع لي يعني كيبوا يصير زائفة وهيك شي انت مبسوط أنت عم تحكي عن هاي الموهبة؟ آه طبعاً انت مبسوط إنه الله أعطاك هاي الموهبة؟ آه طيب شو حابب تحقق من ورا هاي الموهبة؟ شو طموحك؟ أنا طموح إن أشارك في بطلات عالمية ورفع اسم فلسطين ترفع اسم فلسطين جميل جداً نحكي عن تحصيلك العلمي والمدرسة قداش بتوفق بين الدراسة بما أنه انت بتحتاج ثلاث ساعات باليوم تقريباً للتدريب كيف بتوفق بين الدراسة وبين التدريب الرياضي؟ يعني لما روح من المدرسة بتغدى وهيك يعني بعود لساعة مثلاً بعود على الإنترنت ساعة هيك يعني زي ترفيهية بعد المدرسة وبقتل واجبات وبخلص كل شي بعدين إيش بروح بتمرن عنا في سماعة أخويا اشتري لي إياها إنه للتدريب حلو بفتحها للتوب بضلت ضرب مسلاً بحطها وبضلت ضرب على الموسيقى وهيك يعني فيه موسيقات يعني التهجيع إنت حاسس إن انت عملت كل الحركات اللي ممكن يعملوها الرياضيين اللي عندهم نفس هاي الليونة أو هاي الموهبة كل الحركات قدرت تتقنها؟ آه بس فيه حركات أصحب لإنه فيش إنه إمكانيات فيه حركات كتير صعبة يعني بقدر أعملها بس إيش إمكانيات يعني بدها على علو وهيك وبدها خشب ومش عارب شو يعني الحركات ما إلها علاقة بجسمك إلها علاقة بالإمكانيات المحيطة فيك آه طيب انت بعد هاي الموهبة شو ممكن تستفيد منها لقدام؟ يعني هاي الموهبة موهبة أوكي ممكن أنت تطلعها للجمهور تبسط الناس اللي حواليك فيها لكن عالمياً ودولياً شو أنت رح تعمل؟ أنا إن شاء الله بدي أفتح نادي لما أكبر وكل واحد عنده موهبة أطول رياها عن جد؟ إن شاء الله طيب كيف ممكن نحكي للأطفال اللي عندهم هاي الموهبة كيف ممكن يكتشفوا إنها موجودة؟ كيف ممكن نساعدهم إنهم يعرفوا إذا عندهم هاي الموهبة ولا لأ؟ يصير يفتح عليتي ويتفرجوا يعني على تمرينات وكل إشيء يعني وصير يأكلوا الأكل الخاص لأن إذا ما كنت أكل أهتم في الأكل الخاص شو هو الأكل الخاص؟ ما نعرف هل الأكل الخاص؟ خلينا نكتشف مين عندهم؟ في زمان هذا كنت أكل مثلاً بيد حليب قبل التمرين كتير كنت أكله بعد التمرين عشان يتضل الليونة عنده وتتطور أكتر يعني وهيك هلأ أنت أنا بدي أسألك سؤال بصراحة أنت بتشعر أنه جسمك طبيعي مثل أي طفل تاني؟ ولا أنت هيك أعظامك مفكفك عملا؟ لا عادة طبيعي زي أي طفل تاني طبيعي عادي جدا؟ أنا حساك هلأ قاعد أنت وإلك الخاطر تعمل حركات ليونة؟ لا لا إنه مش اللبس المعين اللي أنا لابسه لازم لبس خاص؟ أم يعني أنت هلأ مش عضامك اللي مربطك لأ هو اللبس اللي مربطك عادي طيب إحنا هلأ بنشوف مقاطع من البرنامج اللي أنت شاركت فيه لما حققت الرقم القياسي شو كان شعورك؟ كتير كتير جميل يعني أحلى أيام حياتي عن جد، طيب شو بعد محققت الرقم القياسي شو رح تعمل؟ إن شاء الله بدي أشارك بطلاط لا وتحقق كمان رقم قياسي آخر إن شاء الله في بطلاطة تحدى جانبه هيك شو فيه مسابقات دولية بتسمع عنها أو حتى عربية ممكن تشارك فيها؟ خاصة أنه أنت عمرك صغير يعني إحنا بنعرف أنه يكون عنده ليونة ويحتاج لسنوات طويلة وهو يمارس ويمرن نفسه كتير منيح وإنت بتنافس أشخاص اللي هم خبرة سنوات مش بس سنتين ثلاثة صح، أنا بدأت تجيني دعوة في شهر أربع إن أسافر على السويد إنه أدن فوطلات وهيك بس أنا بتتمنى من الجهات المعنية إنه يطلعون عشان المعبر جاتني كتير دعوات أنا في 2017 رفضت هي دعوة موسوعة جينيس لأنه أنت عارف المعابر مسكرة وهيك ما قدرناش نطلع في السنة هاي لما طلعنا على البرنامج عرف إنه في موسوعة جينيس المخرج يعني حكينا المخرج إنه في موسوعة جينيس حكي بدنا شعر بدنا موسوعة جينيس وعملت الحركة وانبسط علي كتير يعني ويعني شعرت فيها أنت تعتبر أول فلسطيني حط من الرقم القياسي بالليونة؟ لا فيه قبلية واحد اسمه محمد الشيخ طيب احكي لنا عن هاي الحركة هلا إحنا عم بنشاهد فيديو هذا الفيديو لإلك طيب شو رأيك فيها؟ شو هاي بتعمل بالضبط؟ شو هلا بدك تعمل؟ اشرح لي شو عم تعمل؟ بعمل حركات اللي هنا في إيدي هاي هاي هلأ هاي الحركات صراحة كتير صعبة وغريبة شو بتحسوا أنت بتعمل هيك حركات؟ عادي يعني كوني الزمان أتوجه وهيك هلا يعني عادي بحسي حاجة بس بقى أشعر بس عادة عادي بضحك وعادي بجعنيش إش إن إن أضل مكشر في الحركة بتعمل حركات أنت أحيانا بالشارع شو رأي الجمهور لما بمر بالشارع وبشوفك هيك بتعمل حركات؟ لا أنا بالشارع بعملش بس فيه لما أروح مثلا على مسارح أماكن عامة رأي الجمهور بدا تصور معك وزاي هيك بتحسوا أن هناك ناس بتخاف من الحركات التي تعملها؟ لا عادي؟ عادي يعني الناس بحبوني لما أعمل هاي الحركات يعني بصير قلولي عيد للحركة هديك وعيد للهديك شو أكتر حركة أنت بتحب تعملها؟ يعني أنا حسي هان عمودك الفقري أنت لفيته كله يعني ما مضلش هاي شو اسمها؟ هاي اسمها تحمل تحمل؟ اه ليش اسمها تحمل؟ عشان بحمل على إيدي منها اه مش لأنه أنت بتتحمل اه فكرت لأنه أنت بتتحمل الوجع مثلا ما شاء الله طب في عندكم حدا من أهلك من قريبك عنده طلع نفس الموهبة؟ لا ما حدا بس أخوي بلعب بوبنج دانس أخوي البوب بلعب بوبنج نحكي عن التدريب وقديش أنت سعيد بأنه أهلك اكتشفوا هاي الموهبة كيف بيدربك أخوك ودائما بيرعاك وبشوف شو الحركات الجديدة اللي أنت ممكن تعملها؟ اه بيتضرب اليوم ثلاث ساعات يعني أخوي بيدربني وبيفتح لموسيقى تشجيع وهيك يعني حلو واللي عمل هاي الحركة وبصير يعني بيقف معي بالتدريب بيمرنني هلأ أنت فعليه بتتدرب بالبيت؟ اه بتدرب طيب الأهل بتفرجوا على هاي التدريبات بيحكوا لك أراءهم فيها مثلا إذا هاي الحركات تزبطها مظبوط أو لا؟ اه صح زي هيك بيحكوا لك طيب شو حاب تحكي للأطفال اللي انت دائما بيشاهدوك وعندهم مواهب سواء ليونة أو غيرها كيف ينموا هاي المواهب وكيف يهتموا بنفسهم؟ شو بتوجه رسالة للأطفال اللي انتقدوا لهم اليوم؟ يعني كل واحد عنده موهبة يعني يدلوا فيها أمل وإصرار يعني ما يخافش يطور من اللي عنده حلو ان شاء الله هيك يعني بتحقق حلمه وبشارك في فطلات اهه انت شايف حالك ولا قدام شو رح تصير؟ يعني انت هلأ اليوم عمرك 13 سنة لسه في المدرسة شو شايف حالك رح تصير قدام؟ ان شاء الله هيك يعني ان بتعلموا وافتحنا دينا ادرب الأطفال يعني اللي بقدروش يدربوا ان ما بقدروش ينموا الموهبة أنا مهلهم أنا يعني انت مش بس رح تكون في مجال الرياضة رح تدرسها رح تكون هي كمان مجالك التخصصي لما تكبر؟ اه ان شاء الله جميل جدا رح نساعدين اليوم بوجودك معنا بفلسطين هذا الصباح وحبين كمان نحكي عن تجاربك في البرامج اللي انت رح تشارك فيها شو في برنامج نفسك تطلع فيه كمان تحكي عن موهبتك؟ يعني انت موهبتك حكيت عنها لأطفال فلسطين حكيت عنها في بعض البرامج العربية شو في برامج انت حابب تشارك فيها مثلا اذا مسابقات لها علاقة مثلا مسابقات مواهب ممكن؟ في برامج اجنبية بريطانيا والتلند وأسبانيا والتلند وأمريكا والتلند أنا نفسي أن أشارك في برامج حول العالم يعني هذا العالم كله بيشاهده أما إحنا هذا البرنامج Little Big Stars بيشاهدوه يعني العرب الوطن العربة أغلبيت يعني الأجنب بيشاهدوه وأنا كنت مسجل زمان سجلت في قرب قد تلت من ثلاث سنين لما كانت الموهبة نادرة سجلت من ثلاث سنين بس المعابر وما قدرناش نطلق ما قدرت تطلق بتفكر أنه أنت تشارك من جديد؟ آه إن شاء الله زي يعني هيك منشارك لش لا طيب هلأ لما أنت بتقرر أن أنت تشارك في مسابقة معينة أو في برنامج بتكثف تدريباتك بيكون في تدريبات خاصة لازم أنت تعملها أولا بتعيش يومك عادي طبيعي؟ لا عادي بس بكون يعني متدرب كويس آه طيب أنا بدأت شكرك كتير يوسف البهتيني لاعب رياضة ليونة شرفتنا أكيد لليوم نتمنى تشوفك في مسابقات دولية وتحقق أرقام قياسية دائما وترفع رأس فلسطين على طول نشكرك وطبعا يا مشاهدين الكرام إلى هناك نقوم قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة من فلسطين هذا الصباح بسجوهتنا من قطع غزة هذه عودة لسجوهتنا بيرم الله إليكم فرح وألائس على صباحكم من جديد شكرا إليك خولة وأكيد يعني السعيدين بهذه الموهبة من غزة ودائما يعني مثل ما حكى يوسف عن حلمه وطموحه برفع اسم فلسطين دائما اسم فلسطين مرفوع بهذه الهمة وبهذه الانجازات وهذه الطاقات اللي في شبابنا اللي دائما منحاول يعني نستثمرها على كل حال أكيد مشاهدين مكملين معكم في محطاتنا وفي هذه المحطة نتحدث عن اتفاقية صندوق الطالب التي تم توقيعها بين جامعة بيرزيت وجمعية الموظفين الحكوميين التعاونية للتوفير والتسليف طبعا من أجل تمويل رسوم التعليم المستحقة عن الطلب الملتحقين بجامعة بيرزيت سواء في برامج البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا تفاصيل أكثر عن هذه الاتفاقية ما تحمل في مضمونها مع ضيفنا هنا في الستوديو الأستاذ وسامة بوكرشريز جمعية الموظفين الحكوميين التعاونية للتوفير والتسليف في ساعة صباحك أهلا وسهلا فيك صباح خير للكل مشاهدين أهلا فيك معنا بداية نحكي عن تفاصيل هذه الاتفاقية والتي بدأت مع جامعة بيرزيت ومثل ما ذكرت ألاء المستفيدين هم طلبة البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا ماذا تحمل في طياتها؟ صباح خير أعطي بس نبضي صغيرة من أين نحن جاي جمعية الموظفين الحكوميين للتوفير والتسليف هي جمعية أهلية تعاونية بتقوم على فكرة الانتساب للموظفين في القطاع المدني هذا الانتساب هي عملية كثير بسيطة كل موظف في القطاع المدني على الموازنة العامة بيحقلوا الانتساب لهذه الجمعية بيقدم طلب انتساب ومقرون بإقرار عدلي اللي بيخول لهذا الإقرار عدلي هو الألاقة القانونية والإطار القانوني ما بين الجمعية والموظف العضو ما له وما عليه هاي الاتفاقية إحدى فعليات أو إحدى برامج الجمعية الجمعية الموظفين وقعنا اتفاقية أولى مع الجامعة بيرزير نتمنى أنه هذا النعمة الاتفاقية تشمل كل مؤسسة التعليم العالية عشان أوضح هنا وما يكون فيه لبس أنه هذا النعمة الخيرية هو مقدم لكل عضو منتسب لجمعية الموظفين الحكومية هي مش مفتوحة للجميع أي موظف مدني في القطاع العام هو يحق له الانتساب وبالتالي يحق له الاستفادة من هذا البرنامج هو هاي الاستفادة من برنامج صندوق الطالب اللي وقعناه مع جامعة بيرزير واللي كانت أول اتفاقية مع جامعة بيرزير الخميس الماضي بتأهل كل عضو أو أبنائه أو من يرغب هو في تعليمهم أنه يستفيد من هذا البرنامج البرنامج كالتالي احنا وقعنا مع جامعة بيرزير باتفاقية لتمويل كل أقصاط الطلبي في كافة مراحل التعليم سواء باكالوريس أو دراسات عليا احنا من مول نقدا هاي الأقصاط للجامعة ومنقصط على ذوي الأمر أو والي الأمر العملية للدعف ونصف المد بمعنى باكالوريس احنا منقصطه لست سنوات وهذه يعني أجت وفق نقاشات كثيرة اللي بتفترض أنه أثناء الفترة التعليمية بيكون في عبئ على ولي الأمر أو الأهل من أقصاط ومن مصروف يومي فحجم الأقصاط المترتبة على الأهل في الأربع السنين أثناء الدراسة هي أقل بكثير من حجم الأقصاط اللي بترتب في السنتين الأخيري اللي بعد السنة الرابعة واللي مفترض فيها أنه الإبن أو البنة تخرج وصار بقدر يساعدهم أو حد أدنى أنه المصروف اليومي أقل أقل بلا شك يعني أستاذ أسامة هاي مبادرة مهمة جدا خاصة في ظل يعني كتير من الشباب اللي بيكونوا بيطمحوا أنهم يكملوا دراستهم الجامعية لكن بتعدى هذا الموضوع بسبب عدم وجود الأموال نقدا يعني وهذا كمان بسهل على الأهل لكن خلينا نوضح أكثر كمان أنه ما فيه فوائد وأنه كيف كمان بتتم عملية الانتساب للجامعية لأنه كمان مثل ما حكيت في البداية هي مش مفتوحة لأي حدا فأنه كيف ممكن أحدا يستفيد من هذا الشيء تمام أولا العملية تمويل الرسوم الجامعية زي ما حكيت لي أنتي وزي ما حكينا قبل الهواء أنه هي عملية بدون أي نوع فوائد أو رسوم قصد نفسه إحنا نتحمل الأعباء الزمنية كجمعية وهذا جزء من الاستثمار الاجتماعي في أعضائنا وجزء من رسالة الجامعية الاجتماعية التعليم العالي في فلسطين هو تعليم غير مجاني إحنا التعليم المدرسي هو تعليم مجاني وبالتالي ما كان عنا أي أجندة في داخل التعليم المدرسي ومن هان كان استثمارنا في عملية التعليم الجامعي لأنه وخاصة في بعض الدراسات العلمية مثلا الطب أو هندسة والأهالي بتكلف فيها مالطة ومش ممكنين أنهم يدفعوا لأن الأقصاد بتوصل حجم كبير وغير ذلك حتى في التخصصات الأخرى اللي أقل كل فيه هاي التخصصات كبير بتصادف أنه فيه تنين وثلاث في نفس الجامعة صحيح وانتساب ويعب إقرار عدلي هذا الإقرار العدلي كمان مرة هو العلاقة هو إطار القانون بنظم العلاقة ما بين الجامعية والعضو ما له وما عليه من أقصاد أو دفعات كل عضو بترتب عليه الدفعة شهرية بانتسابه حد أدنى مئة شكل هاي تعتبر توفيرات لألو آآ بتلقى ثلاث نعمل ثلاث أنواع خدمات اليوم الخدمة الأولى اللي هي السلف النقدية هاي السلف النقدية هاي السلفة إحنا حددناها بسقف خمستاشر ألف شكل القصد منها إنه هي ما بدنا نغرق الناس بالديون والاستداني القصد منها الأزمات المالية اللي بتظهر خلال العام الواحد أعياد أو زواج أو مناسبات اجتماعية جميل آخر آخر بدقيقة وإننا خدمتين هي السلف العينية السلف العينية إحنا متعقدين مع قراءة خاص إنه فيه أنواع من السلف فيه صفقات الشراء الإلكترونية والكهربائية وتأمين المركبات كمان إحنا متعقدين مع عدة شركات تأمين هذا النوع العيني صفقات الشراء إحنا مولها لـ 18 شهر بدون أي نوع رسوم أو فوائد والصفقة والإشي الأخير إحنا تأمين السيارات كل حدا بقدر من خلالنا منقصطه وتأمينه على 12 شهر وهو عملية تيسير وتسهيل مش أكثر من ذلك حتى نوضح أكثر للمشاهدين في بعض الطلبة بيكونوا مخدين قرد أو مقصطين في الجامعة بالتالي هاي الحالات اللي هي مخد قرد مسبقا أو في اتفاق ما بينها بين الطالب وبين الجامعة بشكل مباشر بالتقصيد كيف بتم التعامل معها إذا أرادت إنها تستفيد من هذه المنحة؟ على افتراض أن إحنا بدأنا بالفصل الأول 2019-2020 الألي إحنا وقعنا اتفاقية بالسنة الأولى كل هاي الأليات لازم نكون إحنا متغلبين عليها وقدرين نعرف إيش اللي بدنا نعمله بشكل عام عشان نكون واضح للكل أي عضو منتسب لدى هذه الجامعية بغض النظر عن الذنب المالية للطالب في داخل الجامعة إحنا بنعمل تسويات لهذا الموضوع كله أحد الأشياء اللي إحنا ناقشناها اللي هي الديون المتركبة إنه في حدا تخرج ماستر مثلا ومش أماله بيحصل عشاهاته هو موظف إحنا كان لنا واضح هذا الموضوع إحنا مغضبت كافة الديون المترتبين القديمين ما قبلنا لكن شرط الالتزام من خلال العضو المنتسب في الجامعية فأي ديون مترتب سابق سواء أقصاط أو استداني مباشرة نتيجة أنه ما فيه دفع كامل إحنا من هاي الديون إحنا نتحملها كاملة وبنقصتها ضمن الجدول اللي بتقول على ضعف ونصف المد نعم وبالنسبة لطلبة الدراسات العلية اللي هم كمان بيكونوا بيشتغلوا بيتم الاقتطاع بشكل مباشر من حساباتهم صحيح؟ بنفس الطريقة وبنفس الألية وهذا جزء منه كمان مرة لازم أكثر نحكي على استثمار في هذا الناحي في الجانب الاجتماعي للناس في الجانب التعليمي تأهيل المجموعة الموظفين بحيث أنهم يتمكنوا كمان أنهم يكملوا دراساتهم العلية والمتخصصة أكثر كمان جزء من برامجنا أنه يكون في عضو العضو المنتسب والموظف في القطاع المدني هو أكثر تأهيلاً وأكثر تخصصاً بجانب بجانب تيسير عملية تعليم الأبناء نعم طبو هل في شروط معينة يعني في حال كانوا الزوجين في القطاع العام وقردوا الزوجين أنهم ينتسبوا لهذه الجمعية هل بإمكانهم الطرفين أنهم ياخدوا هذه المنحة أنه يفيدوا أبنائهم أم تقتصر على شخص واحد منهم فقط؟ لا بلا شك الاثنين معنا إذا كان في طلب بيتوزيع الأقصاد على الأم وعلى الأب بما عنا مشكلة وإذا كان بدهم هم يكونوا ذمة مالية واحدة كمان معنا مشكلة ممتاز هذه العضوية يعني إحنا اليوم في جو الجمعية هذا الجو الناس فيها والأعضاء كلهم زملاء سواء من نفس الوزارة أو من وزارة متعددة ففي روح من التعاون عالي جدا وهي قيمنا التعاونية اللي احنا نحكي عنها الحقيقة وهي كلها إجراءات يعني بتسهل على الناس حياتهم في ظل كمان الغلاء المعيشي وفي ظل كمان ارتفاع الأقصاد بشكل عام يعني سواء الدراسية وغيرها وهي مبادرة تشكل حقيقة ويعني نتمنى كمانا نشوفها مش بس في جامعة بيرزيت يعني هل هناك أفق لاتفاقيات أخرى مع جمعات مختلفة يعني بإذن الله وهذا طموحنا وهذا اللي احنا منعمل عليه أنه تكون هاي الاتفاقي معممي على كل مؤسسات التعليم العالي الجامعية وحتى الكليات أو المستوى دبلوم وأكثر نتمنى أنه نقدر بهذا الفكر التعاون وبهذه القيمة التعاونية أنه ننسر أمور حياتها كمان مرة التعليم الجامعي بفترته برهق الأهل وهذا بممكن يمتد على على سبعة لعشر سنوات يعني ما بين الولد الأول والولد الأخير بمتد من سبعة لعشر سنوات وهم بيعيشوا في 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 ضائقة مالية وهذه الضائقة المالية بتأخر كمان اهتمامات بشؤون أخرى إذا يسرنا حياة الناس في الأقصاد في تأمين المركبي في التعليم الجامعي في مشترياته الضرورية أساسية الحياة أساسية الحياة وهذا إحنا استثمارنا هنا إحنا هدفنا ما يغرق الموظف في الاستدانة بالفائد صحيح هدفنا إنه نمكن وبالتيسير وهي مش منح وفي الآخر هذا المبلغ مدفوع وهو صندوق لازم ندفع حتى اللي بعدك يتمكن منه ويستفيد إحنا هدفنا التسهيل والتسهيل وإنه نحمل ونتشارك في هاي الهموم كموظفين وكزملاء وبنتمنى إنه هذا النموذج من الجامعيات يتعمم في القطاعات الأخرى كتجربة إنه الناس تتكافل مع بعضها مش الحل الجماعي مش الحل الفردي الأنمي يعني إحنا منضم صوتنا لصوتك فعلا نتمنى إنه جميع الناس يستفيدوا من مثل هذه المبادرات وتكون أشمل في الوطن وتكون أشمل حتى في الجامعات وفي كافة مناحي الحياة لأنه فعليا المواطن الفلسطيني عم بتحمل أعباء كثيرة في هذه الفترة والطلبات الحياة عم تزداد شيئا فشيئا فريدنا نشكرك على هذه المبادرة أولا نشكر وجودك معنا أيضا شكرا لتلفزيون فلسطيني اللي بتحن هذه المنصة وبكل وقت شكرا جزيلا أهلا سهلا فيك دائما الله صليك شكرا ومنتبع بالتأكيد في هذه الجولة الصباحية وما زال لدينا العديد من المحطات المنوعة ولكن بعد وقف قصير خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدين أكيم الرحم بكل متابعينا في هذا الصباح سواء اللي بيتابعونا من بداية حلقتنا واللي انضمونا في هذه المحطة التي ننتقل فيها مباشرة إلى استوديوهاتنا في الناصرة والحديث عن اليوم العالمي لحماية حقوق فلسطينية الداخل طبعا بلا شك فلسطيني الداخل يتعرضون لكثير من الانتهاكات والعنصرية بحقهم وهي سياسات ممنهجة للقضاء على هويتهم العربية والفلسطينية بالتأكيد وفي الفترة الأخيرة تحديدا شاهدنا العديد من القوانين العنصرية لتمسنها والتي هي موجودة داخل أروقة الكنيسة الإسرائيلي وحتى إن لم تقر هي تطبق على أرض الواقع في الشارع في داخل الخط الأخضر بالتالي تفاصيل أكثر عن هذا اليوم عن الفعاليات الموجودة مع زميلتنا سلامة مشرقي والتي تنضم لنا من الناصرة مباشرة صباح الخير لإلك سلام وصباح الخير لأهلينة في داخل الخط الأخضر صباح الخير لإلك يسعد صباحكم من مدينة أم الفحم ننضم لإلكم في هذا اليوم الذي يعقب اليوم الاحتفال الذي كان في اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطيني الداخل وقد كان في الأمس في بلدة عرعرة هنا في المثلث هذا اليوم الذي كان من المفترض أن يتم إحياءه في الواحد وثلاثين من الشهر الماضي إلا أنه لأسباب داخلية تتعلق بانتخابات الكنيسة الإسرائيلية تم تأجيله حتى يوم أمس وبالفعل كانت هناك مشاركة واسعة من قبل لكافة الأطياف والأحزاب أيضا والتي جاءت لتطرح مقولتها في كل ما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية ضد فلسطيني الداخل الذين يتعرضون لأبشع أنواع العنصرية في القانون وأيضا على أرض الواقع والممارسات الإسرائيلية في حقهم وبالتالي جاء هذا اليوم ليرفع صوت هذه الأقلية المضطهضة ويقول مطالبها بشكل واضح بحيث أنها تتمتع بخاصية معينة تتوجب عليها هذا الالتفاف ونتحدث أكثر عن هذا اليوم عن هدف هذا اليوم وكيف يخدم قضية الفلسطينيين داخل الخط الأخضر مع دكتور يوسف جبارين عضو القائمة المشتركة عن أجابها ديمقراطية للسلام والمساواة يسعد صباحك يا دكتور يوسف صباح الخير دكتور يوسف إذن دعنا نتحدث للسادة المشاهدين الذين لا يعرفون تفاصيل اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ما هو هذا اليوم ولماذا تحديدا بشكل خاص للفلسطينيين داخل الخط الأخضر نعم الحقيقة هو قرار من لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل وهذه السنة الرابعة على التوالي التي نحيي بها هذا اليوم الهدف الرئيسي هو زيادة الوعي في المحافل الدولية لخصوصية الفلسطينيين داخل إسرائيل نتحدث عن أكثر من مليون ونصف فلسطيني نعاني التمييز العنصري في التشريعات الإسرائيلية نعاني التمييز العنصري في الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع في المسكن وفي العمل وفي كل مناحي الحياة وأهم في الموضوع أن إسرائيل تعرض نفسها أمام العالم بأنها واحدة ديمقراطية بالشرق الأوسط وأن نظامها ديمقراطي ولكن على أرض الواقع هي تنتهج سياسات عنصرية وسياسات تحريضية وسياسات إقصاء ضد حوالي 20%